مساء الخير من القناة ثانية دوزام هذه المرة على بركة الله حصة جديدة مع الرمضاني شكول مع الرمضاني في هذه الأمسية المونديال في قطر والعبور عبر بوابة الكونغو الديمقراطية كرة القدم المغربية في امتحان جديد ومن التسيير إلى التحكيم إلى المحابات جامعة والكرة في مرمى الاتهامات محمد مقروف ناطق الرسمي باسم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ومستشار الرئيس مع الرمضاني محمد مقروف مرحبا بك مع الرمضاني مرحبا بك سمد حالة دي احنا كنت سنوى هذه المناسبة ولكن جدفة هي هذه دقيقة تسعين معرفش من داع معرفتي عندي صراحة تنسي مقروف عندي بزاف دي الأسئلة والجمهور كذلك عندي بزاف دي الأسئلة ولكن بما أن الوقت ضيق لما لعبوتي كي تاكا السرعة في الأداء مخصاش نضيعه الكرة نتفقين طيب ما بقاش بزاف على الماتش المغرب والكونغو الديمقراطية ماتش حارق أربحة ولا دبحة أنا سأقول لكم كجامعة كمنتخب وش موجدين ولا قضية فيشك فبطبيعة الحالة أولا شكرا يا سير نضاني شكرا لقناة الثانية فبالفعل فأكيد على أن هذه المباراة تكتسي سبغة خاصة مباراة اللي هي فاصلة مباراة اللي هي حاسمة بالنسبة للمنتخب المغرب المنتخب الكونغولي وكل المنتخبات اللي هي تلعب هذه المباراة للنجاة الضرفية خاصة لأنها مباراة بين ذهاب وإياب غادي تأهلك الكأس العالم القطر 2022 فأكيد على أن كل منتخب سواء الكونغو أو إحنا وأكيد أن الجامعة الملكية المغربية لكوت القدر ومشيغل الجامعة وإنما كأس كل السلطات يعني لا حكومتان ولا كذلك شعبا لكل أعتقد أنه متجند من أجل تأهل إلى مونديال قطر 2022 لأنه المغرب أصبح اسم بارز اسم له حضور إفريقي في منافسات خاصة كأس العالم فأعتقد على أن الكل متجند من أجل أن المنتخب الوطني المغربي يصل إن شاء الله إلى كأس العالم في قطر كجامعة شنو الظروف اللي هي يأتوا باش نضمنوا التأهل ما عدناش الحق في الغالط هذه المرة السيمة قروف هو لابد أن نعرف على أن دور الجامعة هو توفير جميع الإمكانيات للإدارية واللوجستية والتحقيقات الجو والمناخ بالنسبة لأن الأهم في كل هذا هو اللاعبين والمدرب اللي سيدخلوا الملعب لهم اللي يأسوا للنجاح باعتبار على أن هم هذين هم اللي سيأتوا كل نتيجة ولكن في نفس الوقت تخصي توفر لهم جميع الدور باش يوصلوا النتيجة الجامعة بدلة كل شيء من أجل إنجاح كما فعلت ذلك في مناسبات سابقة والكل يشهد بذلك كيبقى الآن الدور ديال اللاعبين والدور ديال المدرب بالإضافة لذلك هناك مجموعة من العناصر الخارجية في مقدمتها الجماهير إن الجمهور يعتبر أساسي وأساسي بشكل كبير من أجل دفع يعني خاصة إذا كان منتخب ناشئ منتخب لمعمره لأغلبية اللاعبين دياله ما دخلوش في هذه المنافسات الكبيرة خاصة المنافسات القرية خاصة إنه معدل عمر لمنتخب المغربي فهو ما يتجاوز 24 سنة 25 سنة والقلائل فيهم اللي لعبوا منافسات كأس العالم إذا ما قلت ثلاثة وأربعة لعبين فقط لشاركوا في هذه المنافسات تكلمتي على الجمهور وذكرتي الجمهور سي مقروف نحن عارفين الظروف وعارفين ما سمي الانتكاسة ديالكان والإقصاء ما زال في البال وش أن نلحق في الغلط هذه المرة شوف الغلط من غير الغلط فما من كلكش إنك تحدد توحل ما يبقى الغلط توحل ما يردان نفسه لا لك ولا لخص منتعك لكن كتكون هذه كرة قدب أولا انتكاسة بالنسبة لي أنها انتكاسة شيء كبير ما بغينش نصدمه مقرفة ما بغينش نصدمه لكن ما نرجعش للنتائج والمغربي في الموقع دياله على المستوى الآن الإفريقي اللي هو تاني إفريقيين و24 عالميا وأفضي يعني ما ندخلش في هذه التفاصيل إنها كلها معرفة ما نبقاش نقوله لكن اللي عملت الفاصل هو أنه الشعب المغربي والجمهور المغربي تاق في المنتخب ورجعت الثيقة للجمهور المغربي هذا هو اللي جاتوا ممكن هنا نوصفها ونحدوها في النكسة الاعتبار أنه كان بالنسبة لي سهل وقريب على أن المنتخب يتجاوز على الأقل للدور الرابع النهائي باش وصل النصف النهائي لكن وكان الشوط الأول من التصرين كرة ديال أكرد ما دخلت إلى غريدك تكتبقى الكرة هنا تكتبقى الأمور التكتيكية والتقنية راجعة للناس اللي يكائثوا الفضاء ديالكرة القادرة في المستطيل الأقدر وهو اللاعبين والمدربين أنا رخيف عوتاني دوز الوقت لا قدر الله تقولوا لنا إيوة كرة هي هذه واش بغيته القجاع هو اللي يدخل لي ماركي لا لا لتسعى نخرج ونقول لكم القجاع هذا يدرى أولا نشوف احنا بدأ دائما نحاول على الدولة نتمنى وأننا نخرج من الشخصنا لأن المنتخب ماشي هو فرض كيفما كان نوع لا رئيس جامعة ولا مدرب وهي منظومة هي فيها حتى من أدنى واحد عنده الدور الكبير في إنجاح منافسة وإعطاء أداء جيد بالنسبة للمنتخب فاللي ممكن شخصك أكيد لأن دائما يتحمل المسؤولية هو الرئيس هذه مسألة إداريا أما تقنيا معروفة اللي يتحمل المسؤولية كتقول لي بأنه هذا المدرب جابه الرئيس عندما ندخله في معادلة ترونزي تيفيتي ديال الجدالية إذن كتبقى اختيارات ولكن هذه الاختيارات نابعة من ماذا من أنه من تجربة ما هو الأهداف المسطرة قد تنجح في هذه كرة القادمة لما خسرت خرجوا بأنها كرة القادمة رأى منتخبات كبيرة وخسرت في مواقع وفي إذكرنا غير برازيل في قاس العالم اللي تخسر لك بلادك بثمانية ولا مع بسبعة ولا رأى رأى ماشيش سهل المنطقة الجمهور يقول لك صرفنا بزاف الفلوس على المنتخب يخصو يعطي نتيجة كبيرة شوف هذا اللغة لا يصرف شوف فهذا يصرف الفلوس إنها كتجيب لك نعطيك مثال الفلوس إلا بريد توصل لكاس العالم كاس العالم اللي تأهل عليه إلا تأهلت الكاس العالم مباشرة كتجيك داخل للسندوق 13 مليار سنتين الله كبير هذا كان وكانت عشرة في المجلس ديال الفيفا الأخير فزود زادوا إلا تأهلت 13 مليار تدخلك من أجل تهيئ الفريق ديالك وتستعد بالإضافة الأشياء وكل الإقامة إلى غير ذلك إذن نتنافس كتكون مجموعة من الأشياء أما بالنسبة للكرة القدم والمال فاللي ما بغاش الكرة القدم رمال ضروري المال رشيئين ملتزمين ما تنصرفوش كثير من القياس لا أعتقد لا أعتقد لا أعتقد لا تنعلاش ما يمكن لك إنك تأتيت واحد فاضاء ديالكرة القدم وبغي توصل لواحد لمستوى وأنك ما غادش تصرف فلوس أنت تلعب الفلوس ما عنداش علاقة غير بالأندي أرى عندها علاقة مجموعة من الأشياء عندها كرة القدم النسوية تكوين تجهيزات إلى غير ذلك من الأشياء ورئيس الجامعة مكيحة يقول لك ودي الواجب ديالنا على أن المنتخبات باش نفرحوا الشعب المغربي وكيف نبقى تكشي كذلك صاحب الجلالة وكذلك الحكومة المتحاقبة على كل على المغرب على أنه أننا لابد أن الشعب المغربي والجمهور المغربي يكون فرحان بمنتوج فتبدأ الجميع قد نصيب وقد نخطئ ولكن النية الصالحة والصادقة موجودة على أساس الوصول بالمنتخب إلى بر الأمان وضمان على الأقل في هذه الأولى التي تحدد فيها التأهل إلى كأس العالم إن شاء الله بإذن الله لا أريد أن نكون متشائم ولكن يبدو أن الأجواء المحيطة بالمنتخب ما يمشحون لابد أن نكون متشائم ولكن يبدو يبدو كان لجوم شحون خصوصا في القصة المعروفة لعبين زياش مزراوي وحمد الله أشيء قع بالضبط هذا موضوع أعتقد جميع المنتخبات تاريخيين وفي العالم كتوقع في مثل هذه الأشياء يعني هذا فريق منتخب كرة القدم يعني في أفكار في عقول فيه لاعبين وكل واحد في مستوى منتخب بالنسبة للزياش وبالنسبة المزراوي ففعلا هذا التوحد من الكرة الإمكانيات الفنيين لأنه سيكون جاحد وإنسان خارج التاريخ إلي يطعن أو يشك في الإمكانيات لعبين أو حمد الله أيضا لكن كانت تبقى اختيارات لا بد هناك مدرب لا بد في أي مكان في أي موقع في أي مؤسسة لا بد أن هناك البطو وبالنسبة الكرة القدمية الإداري والفني ولكن غالبا ما تحديد اللاعبين ومستواهم واختياراتهم والعلاقات قد تكون ما بين المدرب ما بين اللاعبين المدرب توقع مشاكل ما بين اللاعبين حاولنا حاولت الجامعة أنها تقرب ما بين المدرب ما يعني ما تمكنش من هذا الأمور لكن كيف يبقى هذه اختيارات اللاعبين يعني يتمسكوا بالآراء ديالهم يحترمون كيف قال المدرب اليوم في الاندوال الصحفية أنه هو ندى لهم ويحترم الاختيارات ديالهم والأمور ليس إنهم هذو أعداء ولا لا هذي اختيارات هذو وليداتنا 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 رئيس جامعة ما تسرعش من اللي يعلن أنه ما غادي تستدعى ومرة أخرى بطريقة ربما كالي قال لكن يمكن شيء أخر في تسرع صحفي ويقولها أنا ما فهمش لأنه لرجعنا لتسرع دياله لعطة الإخوان في مفم أشو قال فيه قال بأنه سؤال لأنه كان نهضر على أمورات اقتصادية أمورات مالية إلى جانب أمورات أخرى قهر سوف ريال فسئلة على أنه مزراوي قاضية مزراوي واشه غادي يستدعى يجي ولم يجيش فبالفعل أجابهم بأنهم أرسلت إليهم الدعوة وهذا صحيح شنو المشكلة هنا ولك النقاش كان هو شنو تبدل باش نصفته الدعوة المزراوي وزياش في حين المدرب كان حاسم شكو لي وجهه الدعوة وجهه المدرب بمعنى كان هناك عملية إقناع عملية صلح عملية كيف توقع في جميع الفرق في جميع المنتقى وحتى في جميع العائلات كان توقع صلح ما بين المدرب فأنه في الآخر لحظة لأنه أتعرف بالتالي بالأمور اللي كان خصويا ديرها وهو أنه يستدعي زياش ووجه لهم الدعوة ووجه لهم يوم ربعة أو ثلاثة مارس فإذا به لا مزراوي ولا 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 زياش فأعتبروا لأنه هذه الدعوة ما قبلوها ما لظروفين ما هم اللي عارفين هذه الأمور ولكن في نفس الوقت على أن المدرب كي يقولك أنا درت الواجب ديالي أنا أديت المهمة ديالي استدعيتهم حتى لك أنت شي خلافات من اللي يجي وليهنا يا غد نزيد وندوبها بشكل كبير ولكن ما نجحاتش للاعبين هذا اختياراتهم ويحترى كيف قالك المدرب يحترم هذه اختيارات انت اللاعبين هي اختيارات تحترم ولكن ما غيكونش رسالة يمكن تعطي واحد المفعول مزوينش بالنسبة لوليدتنا في الخارج يقولك غيوقع لي موقع لزياش ومزراوي اللي هو مدابة متألقين مغاربة حتى شوف لمزراوي ولا زياش ما يمكنش غير هذه لحظة ديالكورة القدم تبعدهم على البلادهم ولا على كذلك الوطن أبدا كنشكو التفشي واحد بالعكس هذه الارتيبات أكيد جاء عندهم عن قناعة لأن الظروف اللي جاء فيها زياش وكذلك حتى الضغوطات اللي عاشها في هولندار ومع ذلك فضل باش نكونوا واضحين لكن كان هناك اختيارات المنتخب ماشي واحد أو اثنين أو ثلاثة ما كان نسميش ما كان شخص اي منتخب هو منتخب كمجموعة وهذه المجموعة اللي كتقول لخارج كلها الآن من الخارج إذا نفس الشي على أنه عاود هذوك الناس تهما يحترمون كي أديوا واحد المهمة كبيرة أنا نقول لك لبعض اللاعبين في واتفورد تعرضوا للضغط لما تصورش باش ما يجوش الكاسة الفريقية في الكاميرون وكذلك فش داروا يعني يضحاوا بالمستقبل ديالهم وفعلا بعض اللاعبين اللي مبقوش كيلعبوا ووجا والكاميرون ضدا في المسؤولين نتاعهم في الأنديا الإنجليزية على وجه الخصوص نفهم ده كل شيخ يتعب وراء الفريق الوطني النساء هو وحيد إرحال وقجع فريق الوطني ولا ديال وحيد يعني الفريق الوطني ديال المغاربة كاملين فوق فوق الجميع لابد أنا الآن عندنا فريق عندنا مجموعة شابة مجموعة اللي تخدم أبلات البلاء في كأس إفريقيا قد توقع أغلاق قد توقع أخطاء أكيد هذه المهمة ولكن الناس اللي هما بغيين يديروا شيء حاجة في كأس العالم بغيين أنه يرفعوا الرأي الوطنية فأعتقد على أن الكل نحن الآن نسينا لك الآن لدينا واحدة المجموعة هي اللي ستدخل يوم الاثنين هي اللي ستواجه منتقب الكونغو أعتقد على أن الكل خصويت جند من أجل تشجيع هذه المجموعة من أجل وصول هذا المنتخب إلى بر الأمان اللي هو كأس العالم 2022 ومن هذا المنبار ديما مغريب وديما مغريب وديما مغريب نمشي مع كل حاجة أخرى سيمقروف نخلو المنتخب الوطني ذاك في الإجماع الجامعة بزادي الاتهامات عليها في الأيام الأخيرة ما حرش من نبدأ وش نبدأ بأن الجامعة متهمة بالتحامل والتآمر على بعض الأندية ولا نبدأ بالتحكيم من يبدأ الجامعة وماذا هي هدوء للأندية من مدها هدى الجامعة منين جاية رأت هي من الأندية رأت هي جامعة جامعة منتخبة من الأندية رأتeza الأندية وهما المنتخبة هدى الجامعة في شخص رئيس الجامعة وليس Loranger عنتع هذا المؤسسة ممكن لجيش حاجة نادي ولا شيء أندية اللي حست بأنها محقور أو لعن يعني هي مؤسسة يعني فين يمكنك تلجأ للمؤسسة. فهوش عمرك؟ أنت شيء فريق خرج ولا شيء رسمي. خلينا من الفيسبوك وخلينا من لا. كمؤسسات نحن ندرون للأنديا كموسيينين كما كاتب موسيا. نرى شيء في الفيسبوك بشكل كبير. الحقرونة. الأنصار. لا لا الأنصار ولكن الأنصار. نحن ندرون رسمي مؤسسات الأنصار شغلوه. كل نادي يقول لجد تشوف. في دورات 16 دورة تلقى كل فريق يقول لك أنا محقور. هذه الفريق الرجاء البيضاوي أو الرجاء الرياضي باش نكونوا مدقيقين ودقيقين أكثر. في المباراة الأخيرة مثلا مع أبريكان. كل شيء وليس أول مرة. يقول لك كين تآمر على الرجاء الرياضي لتمهيد الطريق أمام فريق أخر اللي هو الويداد الرياضي. والسبب هو الجامعة وهو الازدواجية. لا لا يعني حدد بالضبط. أنا حدد بالضبط قال كا سيدي أعطيني 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 فينا. التحكيم كي يخدم فريق معين. حكام ما كيقدروش يقول لنا الرئيس الجامعة. وش كين فعلا بأنه؟ في المقفل البرنامج الأخير الرئيس الجامعة قال لهما سيدي أعطوني أي حكم واحد يجون توم التصل به إلى عمرو كان في وقع شهد اتصال مباشر ما بينهوا ليس عن تخاف. لا ميتتصل به يمكن. شو ندين لك هذا إلى واحد شنو الدين بديل رئيس الجامعة هاتي رأي كانوا واقع شوف 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 ومعروف على قصة الفاريق هذه الأشياء كانت دائما في المغنيب دائما منك يكون رئيس دي الفاريق أو مطاعات في رئيس في منصب أكيد غادي تمشي كانت يعني مع النديا السابقة اللي كانوا عندهم كانت مع الرجاء من قبله وكانت مع الجيش الملاكي من قبله وكانت مع الفتح الرباطي لأساس أن هذا رئيس الجامعة هو من هذا النادي أكيد غادي يقول غادي يكون فيه ممشيت هذه الأمور موجودة حتى في أوروبا موجودة حتى في مجموعة من البلد لكن لأساسي وش عندك الدليل هما زعمة مش أنا لا انت كتنقل من عندهم احنا الآن خصنا نتعلم واحد القضية رأى بزاف الابتهامات رأى سهل الرمضانين بقى انت شفار اياه قدنا نقول هون ندير بينك ولكن بين الدليل راحنا برأسنا كنتمو بزلف جلح وإيج ولكن كتقول لهم دع تاني الدليل ولكن هما الرواية والعهدة عليهم يقول لك أخطاء تحكيمية مثلا في المباراة دين الرجا وبركان الأخطاء التحكيمية أنا ماشي التقني في التحكيم الحكام وكيف طلبوا لأنه الجامعة دلك لهم كل أسبوع كل مباريات في الدول يتفسير لحالات التحكيمية هذه الحالات التحكيمية لك التفسير يوميا ومنقولة مباشرة عن طريق البوابة الإلكترونية للجامعة الملكية الملكية والقادم نفهم شو تحكيم كل واحد لنا نرمال والحق واللي شافش نفسه أنه تظلم ركينا المؤسسات فكل واحد رغض يلجأ للهيئات لما نصفك شراء التحكيم ركينا ممكن تنصف رئيس الجامعة المكتب المدير إلى غير ذلك من الأشياء نفهم بأنه الجامعة على مسافة واحدة من جامعة الفرق من الويداد من الراجا من بركان من طنجا من جامعة الجامعة هي مؤسسة مؤسسة للفرق لأن هذه الجامعة منتخبة من الفرق من الرؤساء الأندية سواء العصبة الاحترافية أو الجامعة الملكية المريبية لكرة القادم أعرف الجمعة العامة سوى المكان اللي ممكن إذا كان فيه الحيف وإذا كان فيه الازدواجية كيف قد يقول هذه الازدواجية في القانون إذا تريد تغيير القانون غيروا فين غيروا في الجامعة العام جيب مشروع أنك نادي أو أندية أو ثلاثة يطرح في الجامعة العام الله يخليكم نحن لا نريد ازدواجية كيف نفهم أن هذا النقاش لا يصلش للجامعة نهائيا لا يمكن ما عمروا نقطة اقترحت من الأندية ولم تقبلها ولم تناقش هذه الجامعة مصلت عليها من السماء هذه الجامعة منتخبة لائحة فيها مسؤولين الأندية كل مسؤولين ديال الأندية إلا قليل كلهم ممتلين لما ممتلش في الجامعة ممتل في العصبة الاحترافية لما ممتل في العصبة الاحترافية ممتل في الهوات يعني هذو الناس اللي كينشطوا الحركة الرياضية ومن اللي مسؤول عن نشط ديالهم إذن لا بها هدران منين جاية من الناس اللي مع بعيد على هذو الممارسين وممكنش عاوة تاني كله غادي يكون غيباط للسمك قلت باطل لا لا زمني ممكنش غير أنا لا كان نفسي لك هكذا شرحي أنا اللي فهمت بأنك قلت باطل لا كان نشرح لك بأنه مكونات كرة القدم رأي كلها موجودة في تسيير من ضمنة كرة القدم كيف نسيرها مجموعة من المؤسسات الأخرى لكن كين هناك نظام كين هناك تشريع إنه كين جمع عام أي حاجات تناقش في الجمع هذا الرئيس ما بغيتوش السيدير جمع العام هو حيدوه ماشي أي واحد لكن كين رأي عام مشه درور يكون مرفي الهيزة لا رأي العام محر الجامعة كانت فاشلة الجامعة تتأمر ولكن يعطيني الدليل ما كان يعطونكم مش الدليل فين هو فين خصوية تحط الدليل فين في المؤسسات فين هي هو الجمع العام حتى سيدي الأشياء فين هي تسيدي فين درت الفلوس فين خسرت هذه الفلوس فين درت هذه أعطيني الأديلة أعطيني الأرقام هذا هو المكان المناسب رأي ماشي أي واحد تحاسب أنا قدر نجي عندك ونحاسبك بمعنى ما شير رفضي للحساب لا لا أنا أرى كل شورة الجامعة ما كانش دائما كان هناك الجمع العام وكانت تقارير مالية وتقارير أدابي وتقارير مالية شكو لأوديتها ركت أوديتها أكبر شركات ديال لأوديت لها كابا ايم جي وكابا ايم جي رمي ممكن لها شتشوها بالسبعة ديال هاي لتخدع ولا تلعبشي عاشا وهي اللي قدرت لأوديت ديال الاتحاد الدولي لكرة القداب رأي هذي الناس حريصين واللي بغير ينقش يجي يا أخي ويشوف الأمورات دياله يعني كل أمور واضحة الأندية معمار والممثلين الأندية داخل الأجهزة الجامعة معمارهم تذكروا على التآمور مثلا في شي مناسبة معمارهم تذكروا على المسألة ديالتحكيم والمحابات بالنسبة للاجتماعات الاجتماعات تركت ضربة للأعظام يمكن ليش تخرج لك أنه شو يضور في الاجتماعات اجتماعات أمنات ما يضوره في الاجتماعات قد تخرج تقارير قد تخرج نقاشات ماشي بالضرورة على أنه يخرج كل شي أي حاجة تقلت في الاجتماعات ماشي مشكلة لكن أكيد أنه متى واحد ما يكي منع شي مسؤول مفاريق ولا أي واحد أنه يناقش اللي يبغى هذا مسألة مفرغ منها وإلا كان شي واحد يقول لا يقول إلا كان شي واحد يبغي ينقش موضوع وقالوا له ما تناقشوش يخرجوا لي نارا قالوا لي لا ما تدرش طيب سي مقروف كالفتح دي الملاعب الرياضية الجمهور رجع شفنا المأساة اللي وقعت في الرباط كيفش قرأت الموضوع ينسوا ما شوقع مع الأسف لأنه وأعتقد ما نعموش هذه على جميع الملاعب مشنا عارفوا بأن كرة القادمة الأشي قد تقع في بلدان أخرى ووقعت ما هو أكثر ولكن احنا بغناش توقعها أدنى شي لنبغنا بلادنا تكون دائما يعني يعطى بها المثال عارفنا كيفاش نجري كورونا أنا كنت رغي على كرة القدام كيفاش مشت الأمور كما كنا نحن السباقين لإنهاء البطولة ومشينا الأمور ويعني كما كنت باسم رئيس الجامعة والجامعة أنا أشكر جميع المتداخلين والسلطات وكل اللي سبف إنجحنا راسته مرينا البطولة ما وكفناش اللي كانوا كثير اللي كانوا نقول لك علاش ومغامرة إلى غير ذلك ولكن في النهاية في الأخير صدقنا على أن الجامعة هي من الأوائل لأنها سامت وبنظام وحترمت جميع الشروط وجميع الأنظمة وهذا كان نكلف كثير نكلف مجموعة من الأشياء دي رأي ماشي سهلة ومع ذلك الحمد لله فوصلنا هذه الأمور إلى بر الأمن إلى درجة أننا وصلنا لفتح الباب للجمهور فتح باب للجمهور وكيف كان أول اجتمع مع رؤساء الأندية لذكره في الاجتمع قبل قبل الإعلان فحمل المسؤولية لمن لرؤساء الأندية والأندية على أنهم ضيخ لكم حاولوا أنكم تحاولوا لا مع الزمهور ولا لأخوة أنه باش ينجاح هذه الأمور قد تقعوا 99% هذه الأمور نجحت كي يخلت لك 1% ولكن كان مشهد صعيب بزاف ذلك شيء يشف ناس يمقروا كيف من المسؤولية أنا شوف المسؤولية ممكن ليش نحددها ما دم أن هناك قضاء ما دم أن ما زال يعني الآن التحريات وكذلك على هذه الأمور وكي المحاسبة ما قدرش ندخل في الأمور اللي هي موصلة الآن لأمور القضائية فهي اللي قد يتحدد المسببات والأسباب ولو أنه بعض الأحيان كي يكونوا بعض الأشخاص بغينا ولا كرهنا ما نظرنش أنه جمهور كرة القادم يعمل مثل هذه الأشياء مشي الجامعة كتتحمل شوية المسؤولية طريقة باش فتحات أي طريقة الملاعب من جديد بأي طريقة مثلا ما بلكش الويداد الويداد والراجاء لعبوا بخمسين آلف أخرى مكناس يعني مجموعة من الملاعب ما وقعتها هذه الحالة وقعت هنا في هذه المباراة وما عندها علاقة بكرة القادم لأنه لماذا؟ المباراة انتهت والتحكم كان كل اعترف أن النتيجة كانت لصالح المغرب اليفاسي يعني يستحقها مئة بالمئة إذن الأمور ما عندها علاقة بالتسعين دقيقة وبالمباراة أخرى خارج كرة القادم واللي هما ناس لأنه ناس دي الكرة القادم حتى دوكوليزيوترا الأغلبية فيهم ربما انتهت المباراة كانوا مشاو مبقاوش أكيد أنه في أي مكان سيكون هناك ناس متداخلين ناس اللي ممكن ما عندهم ولا شيء اللي ما عندهم مش علاقة قادم وهم ممكن بكرة القادم بغير يدخل في فصل الجروب لأنه كان يكون بحده يدخل في فصل المجموعة هنا نظريك الجماعة هناك أعتبر بأنه العقوبات اللي تخذ في حقه كانت قاسية شكو أولا العقوبات سيكون تتقذها باش الناس تعرف مستقلة مستقلة كالضم قضاة وكلاء الماليك هدوا بحدهم يستندوا على من يستندوا على ما هو بالنسبة للمباراة بالنسبة اللي جانب تأدي بها بتقرير من دوب المباراة تقرير الحكام بالإضافة للسلطات وبالإضافة الملعب دي الرباط ربما كان فيه 36 كاميرا 36 كاميرا يعني كلها فاستعانوا بها من أجل الأسخاص المهم كل الأشياء اللي واضحة ومعروفة وأعتقد على أن الميابة العامة وعلى أن سلطات القضائية هي التي تعرف الطريق كيف يتلوصوا وجل بلغ دي الأمن الوطني اللي قام بواجب كبير ومش جهود كبير وكيف شفت حتى الصبر حتى على أنه إلا كان تكون كاريتة كبيرة لهذا من هذا المنبر اللي الممكن كل أنه يساندهم ويساند أيضا حتى المواطنين اللي كانوا معدهم ولا دلم ولا شي يتصابوا في هذه الأمور نتمنى على أنه يكون درس تكون الجماهير تكون جماهير كرة القدم ليس جماهير أشياء أخرى إن شاء الله بإذن الله سي محمد مقروف فنشوفه على الشاشة أو ما على الشاشة ونطلب التعليق مباراة المغرب مع الكونغو الديمقراطية تعيد ذكريات نسيحة من تصفية مونديل 1974 احتجاجا على التحكيم دبعا الخطر فيك الناطق الرسمي والمستشار والإعلامي الرياضي وكي لما كنت في 1994 ولكن كنت متبع وشفتها كانت مذباحة كان واحد يتحدث اسمه تولامبتي يعني وشي نقول لك يعني ممكن أننا نتذكر عليها أحسن إنما عندها علاقة بكرة القدم وعالو وعالو وانتمنوا إن شاء الله تكون هذه المرة حاجة رومانسية ما تكون مذباحة مقطع فيديو وتعليق لي محمد مقروف هذه مدينة وجدة مدينة الحمراء لا مش حمراء يعني هذه مدينة البلدية وبدأ بسيدي عبدالوهاب وكذلك فانت فالبولدينة وجدة صبح الله غالبا ولم كنت في وجدة يعني ولا صغير دائما كتجيب بعض الأحيان هذه العجاجة الحمراء حيث نسميها ولي كتزيد من بعدها وليوم إن شاء الله اليوم رأة كانت تسقطت كثيرا في وجدة والحمد لله اللي غسلت بعد هذه المنطقة مع الأسف سكان ديالنا ديال فوجدة عناو شوية بالنقص الماء إن هذه العجاجة وبعض الأحيان ديال إنها شح المياه واقتصاد في المياه لكن هذه العجاجة تذكرني بأشياء أخرى في كرة القادرة من كنت في وجدة دائما سبحان الله كانت الويداد البيضاء ويمليكت تجي تلعب مع المولودية في يعني ثلاث أو أربع مواسيم كي تجي تطائرة دائما تجي في هذا وسط ديال العجاجة 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 أحمر سبحان الله اللون الأحمر وأعتقد على أن الويدادي القدامة والأرض كتذكروا اللون الأحمر في استقبال الفريق الأحمر في وجدار ختموا بصورة والتعريق طبعا نسي محمد مقروف تفضل لي مع رأسك هذه أيام صغر يعني مع تعود يمكن نهاية السبعين بداية الثمانينات بداية الثمانينات هذه كنت لعب مع الفريق المولودية الوجدية في كرة اليد كرة اليد ما عارفك أنك تقدير هنا لا لعب لا لعبت كرة اليد من غير رياضات المدراسية والجامعية فإنتقلت للمولودية الوجدية كلاعب أولا في الصغر في تيان في كرة القادمة المولودية من بعد إنتقلت للكرة اليد كحاريس ومن بعد إنتقلت كلاعب من منتخب الوطني المغربية قريبا 10 سنوات من بعد البيضاوي اللي ما عرفه نلعبت هراء سنتين يعني هذه كانت فترة من أحلى الفترات اللي كانت عند نادي الفريق المولودية الوجدية اللي كانت عفاز بالألقاب جدت فرقة أخرى. كان مجموعة من الإخوة اللي كانوا يلعبوا بلا فلوس بلا ولو. نعطيك واحد. قل لي يا أخ. يعني لعبنا. دينا البطولات ودينا مارف شحال بالأخر. مرة وحدة اللي اخذينا بريم. مع الله يرحموا سيم صطافة بالهاشمي. دينا الكأس ودينا آخر. قل لي شحال بريم اللي اخذينا. تلاتين درهم. تلاتين درهم بس مورس. آه. هذه اعتقدنا 84 و85. يا وده بل لك تعطوهم البريمات بززاف. ستعطونا النتيجة. كل وقت ووقته. كل وقت ووقته. جيتوا وقت. كنتوا في وقت ووقته. كنتوا في وقت ووقته. كل وقت ووقته. سيمقروف وخام بقاش الوقت. بغيت رسالي لجمهور المغربي. في هذه المناسبة أو بهذه المناسبة. أشتغل لي. ننسوا التقليقات. ننسوا كل شيء. يعني خلافات الانديا. وصراعات الانديا. وتنافس الانديا. وهذا كل شيء صحي. نحن نعم بمجتمع. اللي فيها الرأي والرأي الآخر. والناس كلها. كل واحد تجهد. وطرأ ما كيناش في مجموعة من البلدان الأخرى. لكن غير نتمنى على أنها تكون في واحد الإطار السليم. الآن. عندنا كل شخصنا نوحد والجهود دينا. كلنا عندنا هدف واحد. وهدف المنتخب المغربية. سلطة الحكومة المغربية. فهي بدل المجهودات الكبيرة. لتسهيل كل الأمور من أجل التشجيع. من أجل المساندة. سواء في كونغو. سواء هنا. دعم اللاعبين. المفروض على أن الكل يتجند في هذه المباراتين. المباراة اللي ستكون في كونغو يوم 25. والمباراة الأياب اللي ستكون في الدار البيضاء يوم 29. نتمنى على أننا كنا نتكاتفوا الجهود من أجل تأهل المنتخب الوطن المغربي إلى قطر 2022. ونحقه. هذا الإنزاز لأنه المرة الأولى اللي كان فيها الإنزاز متتاليا. هو 74 أو 94 أو 98. نتمنى أننا نحقه. هذا التأهل المتتالي. الجمهور سيكون الإمكانية أنه يمشي لكونغو الديمقراطية؟ أعتقد على أنه كان اجتماعات من الحكومة المغربية فيها أطراف متعددة. أعتقد رئاسة الحكومة ووزارة الخارجية ووزارة أيضا وزارة شباب الرياضة وأيضا الجامعة الملكية أو وزارة التربية لأنه كل مرة تغيرتها. هذا ليس مشكلة مهمة التربية الوطنية والرياضة والرياضة. لكن أيضا الخطوط الملكية المغربية. إذن هذا كله. إذن حتى الخارجي لأن الفيزا لا بد من تنظيم هذه الأمور. فالكل الآن متجند على أساس أنه تكون بعض الجماهير التي ستنتقل لأنه هناك نسبة محددة التي ممكن أن تسمح بها. لا الفيفا ولا أن هذه المباراة تدخل في إطار اتحاد الدولي لكرة القادمة. تكون واحدة الخمسة في المياه التي يعطيها الجماهر الأخرى. ولكن الكل متجند من أجل. يعني الهدف كله هو توفير جميع الظروف المناسبة للمنتخب المغربي من أجل الوصول إلى نهاية كنسة العالم بقاطة. رادي الحاكمي آلي روتوري إن شاء الله بإذن الله. لا مش لي حاكمي. كل العرافة الوطنية إن شاء الله. بالتوفيق إن شاء الله. تواحي توا بالتوفيق لندبها ولا قائد مجموع. الواحد جزء مننا الآن. جزء مننا والتشجيع الآن. ما عندنا من نديره. إن شاء الله بإذن الله. شكرا لك سي محمد المقروف. نذكر بأنك الناتق الرسمي باسم الجامعة الملكية المغربية لكرة القادمة. ومستشار رئيس الجامعة. كنت مع رمضاني. شكرا للفريق التقني لرفقنا في هذه الحلقة. شكرا للمشاهدين. اتلاقوا ودعي. ومعلم المنتخب الوطني. الله يجزيكم بإخير العواش لهذه. اتلاقوا الأسبوع المقبل في حصة جديدة مع رمضاني. وآخر ودعوانا. وآخرين نفس بغتنا. والسلام عليكم. اشتركوا في القناة